اشتركوا في القناة وإن شاء الله بعد ما نخلص هذا الشابتر حنزل لكم مجموعة من الأسئلة والمراجعات نحلها مع بعض بحيث تعرفوا كيف ممكن تيجي الأسئلة بالامتحان بالبداية حبيت أني أرجع أذكركوا بعض المعلومات من المحاضرة الماضية بحيث نكون فاهمين عن شو بنحكي اليوم حكينا المرة الماضية عن تعريف السل إنجري وقلت لكم السل إنجري يعني في عندي ستريسز السل بتتعرض لستريس في الكنديشن لضغوطات هاي ضغوطات بتأدي إلى تشينجز في الانترنل والإكسترنل انفيرومنت تبعتي السل وبشكل عام أنا حكيت لكم إنه عندي نور ملسل بتكون في مرحلة التوازن اللي هو الهوميوستيسز بعدين مجرد ما تعرضت لستيميولاي الستيميولاي هذا يقسم من ناحية الشدة والمدة اللي قاعد فيها الستيميولاي إلى إنجرس استيميولاي يعني مباشرة بدخلني بسل إنجري أو إنه اللي هو استيميولاي بيعمل تعود للسل وتكيف اللي هو شو أدابتيشن طبعا خطوات الادابتيشن هنحكي عنهم بعدين الأتروفي، الهايبرتروفي، هايبربليزيا وميتابليزيا تمام وبعدين هاي مجرد ما راحة السترس راح بعد ما صار فيه تعود إذا راح السترس بترجع اللي هو الخلية لحالتها الطبيعية طيب نيجي نحكي عن لو صار عندي ادابتيشن وظله السترس موجود أو السل بطلت قادرة إنها تتكيف تمام يعني السل اللي تعرضت للسترس ومش قادرة تتكيف أو إجاني من البداية إنجرس استيميولاي كلها راح تدخل السل في السل إنجري اللي هو عرفنا تعرض لسترس وشينجز بتصير في الإكسترنال والإنترنال إنفيرومنت هاي السل إنجري تقسم إلى مائلد ومودرت وترانزيينت يعني بسيطة أو متوسطة أو شديدة سيفير وبرزيستانت وبرغزي سيفير ومستمرة وبتقعد لفترات طويلة طبعا إذا كانت مائلد ومودرت ومش خلينا نحكي اللي هو بيرمننت يعني ترانزيينت مؤقتة هون مندخل في الإشي اللي اسمه ريفيرسابل سل إنجري شو معنى ريفيرسابل؟ يعني لو شلنا السيميولاي بترجع الخلية لحالتها الطبيعية تمام؟ وهاي الريفيرسابل سل إنجري هنحكي اليوم عن الديجنراتف تشينجز وعن السبسليولار أرتريشن والأكيوميليشن ممكن يصير في هاي السل طب ولنفرض إنه كان السيميولاي سفير شديد أو كان بيرزيستانت مستمر لفترة طويلة أو بروغريساب قعد لها اللي هو إيش يزيد مع الوقت وبالتالي هاي كل ياتها رح تقديلي إلى الإنريفيرسابل سل إنجري والإنريفيرسابل سل إنجري رح يعمل سلدث أيضا باينيكروسز أنت أبوبتوسز وهذا برضو موضوع محاضرتنا اليوم اليوم عن شو رح نحكيه حنحكي عن الإنريفيرسابل سل إنجري والتغيرات اللي بتصير في الخلية فيها وحنحكي عن الإنريفيرسابل يعني عن السلدث النكروسز والأبوبتوسز والتغيرات اللي راح تصير فيهم وقلنا السل كيف بتختار طريقة ريفيرسابل أو إيريفيرسابل بناءا على شدة ونوع اللي هو الاستيميولاي وبناءا على نوع التشو حتى قلت لكم إنه الدماغ يعتبر من أكثر التشو الموجودة في الجسم اللي إذا تعرضت لاستيميولاي مباشرة تتوفى هاي الخلايا على عكس مثلا خلايا عضلات اللي هو القدم والإيدين والرجلين هاي ممكن تقعد ساعات الدماغ بقعد خمس دقائق وبكون متوفي بعدين حكينا إنه في عندي إشي اسمه إتيولوجي إتيولوجي يعني هو المسبب تمام المسبب للإنجري هذا الإتيولوجي المسبب للإنجري يقسم شو هي هاي الإتيولوجي يا دكتور هاي الإتيولوجي هم عبارة عن المسببات اللي بتعمل عندي الإنجري اللي هم الاستيميولاي اللي حكينا عنهم قبل شوي وشرحنا منهم عن الهايبوكسيا قلنا هي نقص الأكسوجين عند التشو والإسكيميا هو نقص الدم وقلنا الإسكيميا هي أشد من الهايبوكسيا لأنه لا دم ولا غلوكوز تمام حكينا أنه في منهم رادياشن وحنحكي اليوم عنها ممكن يكون أذر انجرس ايجنز زي التوكسينز وغيرها تمام وبالتالي هاي كلها راح يتأثر على different level من اللي هو السل قلنا عن التأثير على مستوى الميتوكنديريا وقارننا بين الـ reversible والـ irreversible كمان على التأثير على مستوى السل وعلى الـ nucleus طيب أنا كيف أأثر على الميتوكنديريا مجرد ما قلت الطاقة بتقل شغل اللي هو dependent اللي هو خلينا نحكي bumps and channels وبالتالي النتيجة راح يصير في عندي في النهاية سل انجري نفس الإشي لما نأثر على الميتوكنديريا هتزيد reactive oxygen species وحكينا عن تعريفها المرة الماضية وكمان هتعمل سل انجري ورح ينتهي فيها المطاف بالنيكروسيز نفس الإشي لو طرع الردت لـ reactive oxygen species و other interest agent أثرت على الميمبريين هتخرب الميمبريين هتطلع اللي زوزهم هيصير في عندي تحليل في الخلايا هيتكسر هذا الميمبريين وتدخل عليه اللي هو الإنزيمات إلى داخل السل وبرضو هاي هتعمل نيكروسيز وكمان حكينا في عندي radiation أو mutation بيخرب الـ nuclei والـ DNA material وبيحفز الكاسبيزيز إنزيم اللي هنحكي عنهم اليوم وبالتالي بعمل induction of apoptosis راح نحكي اليوم عن الفرقات بينهم بس هاي هيك فقط عشان تكونوا فهمين عن شو بحكي المخطط عن etiology عن level of injury وعن نتيجة تاعة الإنجري طبعا بحكي ليهون radiation هذا يعتبر نوع من الأنواع الأشياء اللي بتعمل injury لـ human إما كانت تعرض لإله بالصدفة أو تعرض لإله من ناحية العلاجية بتسمعوا بالعلاج اللي هو الإشعاعي للناس اللي عندها سرطانات طبعا لما نتعرض إحنا للأشعة تمام خاصة في حالات مثلا الماليقنة تيومر تمام ممكن إحنا نستخدمها في التريتمنت زي ما حكينا للماليقنة تيومر اللي هو الإشعاعي النوي أو العلاج بالأشعة هاي شو رح تعمل رح تعمل killing لـ cells رح تقتل الخلايا عن طريق ionizing radiation يعني هاي رح تروح تيجي تمسك مثلا المي اتأينها وطلعني منها مثلا hydroxyl free radical وغيرها من free radicals هاي free radicals تمام اللي رح تطلع شو رح تعمل رح تروح على الخلايا السرطانية وتقتلها تقضي عليها تمام كمان بنفس خلايا السرطانية وتقتلها طبعا شو مشكلتها هاي الأشعة مشكلتها إنها ما بتميز الخلية الطبيعية عن الخلية السرطانية هي صح بتأثر على الخلية السرطانية وبتقتلها ولكن حتى كمان بتأثر على الخلايا الطبيعية وبتخرب DNA اللي فيها طب إذا خربت DNA في داخل الخلايا الطبيعية آه مرات أنا بعالج بالأشعة عشان أعالج من الكنسر بروح هو بعمل لي كنسر زي مين زي البابلري ثايرويد كارسينوما هذا نوع من أنواع الكنسر اللي بصيب الغدة اللي هو الدرقية اللي بتكون موجودة بالرقبة إحنا بنعالج السرطان بأشعة وبسبب علاج الأشعة بروح بتعمل اللي هو السرطان فيه اللي هو بقية أجزاء الغدة فبس تكونوا عارفين إنه موضوع الأشعة مش موضوع إشي إحنا بنحكيه عادي لا هو ممكن نستخدمه بالعلاج وممكن يكون هو سبب السرطان الآن شو هي الميكانيزمز تبعت السل انجري قلنا الطريقة اللي بتصير فيها السل انجري بعد ما نتعرض للستيميولاي واحد ممكن يصير في عندي ATP ديبلشن وقلنا هاي بنشوفها بالريفيرسبل والإنريفيرسبل بس وين بتكون أشد وبتطول أكيد بالإنريفيرسبل وبالتالي هاي بتعمل ريفيرسبل وممكن تعمل نيكروسيس الميتوكندريال دمج الميتوكندريال دمج راح تأدي برضو فيها يصير ATP ديبلشن زي ما شوفنا بالصورة قبل شوي وبالتالي راح تخرب اللي هو الفنكشن تاعة السل والنتيجة نهائية نيكروسيس وممكن في بعض الحالات تأدي إلى خروج الإنزيمات وتعمل لي أبوبتوسيس يعني هاي الميتوكندريال دمج بتعمل هيك وبتعمل هيك وحنحكي شو الفرق بينهم كمان إذا خربت السل ميمبرين عن طريق مثلا طلعت لايزوزوم زادت البرميابيليتي تبعية السل هاي بتعمل نيكروسيس وحنحكي لكم أنه أصلا هاي تحت السل ميمبرين بالذات هاي مميزة إنها بتيجي مع النيكروسيس لأنه كمان شوي خليك تفرق شو الفرق بين الأبوبتوسيس والنيكروسيس أحد الفروقات إنه بالنيكروسيس بيكون السل ميمبرين خربان تمام والسل هاي بتبلش يصير فيها الميمبرين هاي هتعمل نيكروسيس فقط كمان الأكيوميليشن أوف دمج دي أني قلنا لما يصير في عندي دي أني دمج من اللي رح يصير أبوبتوسيس الأبوبتوسيس هي اللي بتيجي بعد خراب الدي أني والنيوكليك أسد أو غيرها طب دكتور الرياكتف أكسجين سبيشيس كمان حتخرب البروتينات حتخرب النيوكليك أسد حتخرب طب دخول الكالسيوم دخول الكالسيوم كنا نشوفه بالريفيرسابل وبالإنريفيرسابل وكان يحفز الإنزيمات وكان يعمل حتى كمان تلقر الأبوبتوسيس تمام وكمان في عندي أنفولد بروتين مرات بتتراكم مجموعة من البروتينات سيئة الشكل في داخل الخلية في داخل اندوبلازم بتروح بتحفز اللي هو إيش الأبوبتوسيس وموت الخلية إذن من هون أنا شو اللي بهمني بهمني هاي تاعة الميمبريين إنها ما بتصير إلا مع النكروسيس بهمني تاعة الدمج DNA يوجول يشو بتعمل أبوبتوسيس بهمني كمان تعرف أنه الانفلكس أو في كالسيوم يوجول يشو بتعمل أبوبتوسيس لما يدخل الكالسيوم إلى داخل الخلية غالبا بيعمل أبوبتوسيس بهمني تعرف لأنه الاتبي ديبلش بيعمل ريفيرسابل وبعمل الريفيرسابل الآن بدنا نبلش فيه اللي هو جزئية محاضرة اليوم تمام اللي بدنا نقارن فيها ما بين الريفيرسابل والإرريفيرسابل مش من ناحية الميكانزم الميكانزم شرحناها المرة الماضية شرحنا كيف بيصير الريفيرسابل شرحنا كيف بيصير الريفيرسابل عشان تكونوا فهمين المادة كيف ماشي اليوم بدنا نحكي عن المورفولوجي أو في سيل انجري أنا بدأ أقارن بينهم ولكن من ناحية التغيرات اللي أنا بشوفها أيضر تحت المايكروسكوب أو قروس لي يا دكتور بالعين المجردة وهي منسميها قروس أو ماكروسكوب نبلش أول إشي في الريفيرسابل سيل انجري الريفيرسابل سيل انجري رح نشوف فيه تشينجز هاي تشينجز قد تكون مائية هيدروبيك تشينج فات اللي هو فاتي وطرائي غليصرايد الفات اسمها الثاني ترائي غليصرايد تشينجز تمام تغيرات دهنية هايالين تشينجز يعني بتراكم عندي الهايالين ميمبرين وهي مادة بروتينية لونها بيكون زهري لما نيجي نطلع عليها عن تصبغ باللون الزهري لأنها حمضية وميوكويد تشينجز اللي بيطلع فيها ميوكس أو ميوسن اللي هو المخاط إذن أنا لما بدي أحكي عن الريفيرسابل انجري كيف رح أشوف التغيرات المورفولوجي تبعتها على شكل تشينجز هاي تشينجز إما هايدروبيك أو فاتي أو هيالين أو ميوكويد بناء على شو بناء على الأورغن اللي رح تتأثر فيه طب دكتور الريفيرسابل انجري كيف بشوف التغيرات إما نيكروسس بأنواح الخمس المختلفة هنحكي عنها أو على شكل أبوبتوسس أو نتيجة للنيكروسس والأبوبتوسس بصير في عندي مرات أوتولايسس اللي هو تحلل في داخل الخليل خلينا نبلش أول شيء في الريفيرسابل انجري الريفيرسابل انجري قلنا عندي هايدروبيك تشينجز عندي فاتي تشينجز عندي كمان يا دكتور هايالين تشينجز عندي ميوكويد تشينجز نبلش أول إشي بالهايدروبيك تشينجز الهايدروبيك تشينجز أو اسمها الثاني كلاودي سويلينج يعني بصير فيه انتفاخ في الخلية تمام وبكون الانتفاخ على شكل فوكيول يعني على شكل كرات مجمع مي تمام أو على شكل دوائر مجمع مي حلقات مجمع مي وبتبين شو الخلية إنها منفوخة يعني ملخص الموضوع شفتوا هاي السل لما تتعرض لإنجري بتخرب النواقل الموجودة فيها طيب لما تخرب النواقل وبنقص عندي مستوى الاتب مش قوله بنقص الاتب في الريفيرسبل والإيريفيرسبل أول ما يقل الاتب اللي موجودة رح يتبطل فونكشنال خاصة أي بمب الكالسيوم إيتي بي اس بمب إذا بتتذكروا والسوديوم بوتاسيوم إيتي بي اس بمب هذول اثنين هيخربوا طب إذا خربتهاي شو رح يصير السوديوم بوتاسيوم إيتي بي اس بمب وظيفتها إنها اتطلع لبرة ثلاثة سوديوم واتدخل لجوة اثنين بوتاسيوم يعني بمعنى الكلام وظيفتها أنها تحافظ على كونسنتريشن سوديوم برة أيوة والبوتاسيوم جوة نحن قلنا أنه السوديوم خطير لیش كأنه وينما بيروح بيلحقه المي وبالتالي الفكرة لو خربت هاي البمب حيظلوا الصوديوم كلياتهم تجمع جوة الخلية مين حيتجمع حوالي الصوديوم؟ المي طب لما تتجمع المي حوالي الصوديوم شو رح يصير آه رح تنفخ الخلية رح يصير فيها سويلنغ رح يصير عندك لاودي سويلنغ رح تتجمع المي على شكل كرات و بالتالي رح تتجمع المي جوة إذن شوه معنى هايدروبيك هايدروبيك يعني أشهر شكل من أشكال الريفيرسابل إنجري it is the communist and earliest ريفيرسابل تشينج في كل الأسباب بغض النظر شو كان سبب السيل إنجري منتج عندي الهايدروبيك تشينجز طب كمان من البوابات اللي بتخرب اللي هتعت الكالسيوم طب هاي شو وظيفتها؟ هاي وظيفتها أنها تتحكم في دخول الكالسيوم لجوة طب إذا خربت بطلت قادرة تتحكم حيتحرك الكالسيوم من بره ويدخل لجوة طب برضو كمان كالسيوم جوة صوديوم جوة تجميع مي أكثر تمام؟ تحفيز إنزيمات وبتبلش عندي اللي هو المرحلة اللي بعد اللي هو إيش الريفيرسابل طبعا إنجري إذن ها هي الفكرة تاعة الهايدروبيك إيش طيب دكتور كيف بشوف الهايدروبيك تشينجز بالمنطق قرسلي لو طلعنا على العضو تخيل الكلية صار فيها هاي دروبيك شو معنى هاي دروبيك يعني دخلت السوائل جوة الخلايا تحت الكلية معناته الكلية بالمنطق شو رح يصير فيها رح تنفخ رح يصير فيها بلج رح يصير فيها انبعاج بسبب النفخ تبعها ورح يصير اللون تبعها أوبيك ليش؟ أشبه لكم إياها لو أنا جبت لك صبغة حطيتها في كاسي تمام صبغة لونها أحمر بلشت أضيف في وجهها مي شو بصير في لون الصبغة؟ ببلش يخف بصيري أوبيك وهاي هي الفكرة من وين بتيجي أوبيك؟ بتيجي لأنه المي بلشت تنحشر جوة الخلايا تفقدها لونها وبالتالي بتصير الخلاء الأورغان منتفخ وبلج في انبعاجات وبنفس الوقت شو فيه كمان رح يكون اللون تبعه أوبيك هاي تغيراتي طب كيف بشوفها تحت المايكروسكوب بالمنطق يلا السل شو رح يصير فيها؟ تمام؟ وبالتالي السل لما بدأتين تفخ هاي السل قاعدة المي بتتجمع فيها طب هاي السل كمان مي قاعدة تتجمع فيها هاي بتنتفخ وهاي بتنتفخ طب شو فيه بين السل في بين السل وفي بناتهم البلد فيزل البلد فيزل اللي هم الشرائيين وبالتالي رح تصير تضغط على الكابيلرز على الشعيرات الدموية الموجودة بينهم وبالتالي أنا رح أشوف سلزي سوولن كمان المايكروفاسكولر اللي هم الكابيلرز شو رح يصير فيهم؟ كومبريشن طب شو رح يبين جوه السايتوبلازم سمولي كلير فوكيول سكرات مع ببي مي زي ما رح نشوف طب السايتوبلازم كمان شو بصير فيه؟ ببلش ينتفخ بصير في عندي بلبس يعني بتصير الممبرين يطلع من هون شوي لأنه هون متجمع تحته مي ومن هون شوي لأنه متجمع تحته مي ومن هون شوي لأنه متجمع تحته مي بصير زيه زي البلالين هاي معنى بلبس طب النيوكلياي شو اللون بصير فيه لون تحت بصير بالنيوكلياي لأنه كل اللي حواليها صارت مي وبالتالي اللون تحت بتفقده خلينا نشوف الصورة هاي الصورة تاعتنا طلعوا كيف السيلز هاي السيلز الموجودة طلعوا كيف كل جواتها كرات لونها أبيض وبالتالي هاي فيها اللي هو الفوكيولز طلع هاي السيل نفخة وهاي السيل نفخة ضغطت على البلد فيزل وبالتالي صار عندي كمبريست كابيلاريز تمام وزي ما قلنا عندي وهاي اللي اللي بتكون موجودة فيها وطبعا هاي الصورة صورة كيلية صورة الكيلية الكيلية من أحد أشهر الأورغان خاصة اللي بصير فيها الهايدروبيك إيش تشينجز طيب بتقول لي ممتاز دكتور عرفنا أول جزء من الريفيرسابل اللي هو الهايدروبيك تشينجز طب شو الجزء الثاني الجزء الثاني اسمه فاتي تشينجز أو اسم ثاني لإلها الله يرضى عنكم ترايجليسرايد ترايجليسرايد هو نوع من أنواع الدهون الدهون الثلاثية ترايجليسرايد تشينجز أو اسمها الثالث ستياتوسز مهمة هاي ستياتوسز يعني تغيرات دهنية فاتي تشينجز تغيرات دهنية ترايجليسرايد تشينجز تغيرات دهنية هاي أو هاي أو هاي كله نفس الاشي طيب هون شو الفكرة هون بدل ما يتجمع عندي ماين شو بتجمع دهون بالطب الدهون طبيعي موجودة بالجسم وين موجودة؟ موجودة بالفاتي تيشو موجودة بالطبقات الدهنية الموجودة بالجلب موجودة بالبطن موجودة حوالين الثاي والبوتوكس اللي هو الخلفية وبالتالي هي موجودة في مناطق معينة في الجسم طبعا ديش يعني إذا تجمعت هون إشي طبيعي أنا بحكي لك صح هو تجمع للدهون ولكن في non-fatي تيشو هل من المنطقة تشوف دهون في الكبد؟ الكبد لا مش نسيج دهني وبالتالي إذا تراكمت الدهون في الكبد في القلب هون أنا بصير أحكي هاي اسمها fatty changes وبالتالي it's the accumulation of fat الشرط non-fatي تيشو طب ليش الدهون هاي بتتراكم فيها؟ الكبد بطبيعته مش تيشو دهني وبالتالي هو الخلايا تبعته غير قادرة على إنها تعمل metabolization تهضم تكسر الفات وبالتالي بصير يتجمع الفات على شكل كرات دهنية اسمها fat vocals زي ما هناك حكينا water vocals هون شو رح يكون fat vocals وأشهر مثال على مرض عليها اللي هو مرض دهن الكبد fatty liver disease الدهون اللي بتصيب الكبد طلعوا هاي نسيج تاع الكبد تمام متجمع جواته كرات لونها أبيض هاي الكرات البيضة هاي الفاتي ايش فوكيولز في داخل الكبد هاي fatty changes طب من وين بتيجي مجرد ما ايجا عندي الانجرة سيستيميولاي على الكبد بتبلش الدهون تتراكم جوه الكبد والكبد أصلا خلية مش أو خلايا مش قادرة إنها تعمل metabolization للفات فبصير في accumulation على شكل fat vocals وبالتالي بصير في عندي fatty changes ثالث تغير من الـ reverse of the injury قلنا الهيالين changes ليش اسمه هايالين لأنه بتتجمع مادة مشعة glazy homogenously يعني متناسقة eosinophilic يعني لونها أحمر لأنها مادة ايش eosinophilic حامضية substance بتبين على الـ H and E stain اسمها hemotoxalan and eucine اللي هو stain بتبين بالصبغة لونها ايش لونها أحمر أو لونها زهري وبالتالي الهيالين شو هي مادة glazy hemogenous eosinophilic بالـ H and E بتبين لون pink هاي المادة ممكن تتراكم ايوه intracellular يعني في داخل الخلية أو برا الخلية يعني هذا الـ accumulation تباح لهيالين changes بشوفه جوة الخلية أو بشوفه برا الخلية طب جوة الخلية زي شو؟ بقول لي جوة الخلية intracellular تمام؟ زي مين؟ بقول لي زي مثلا الدروبلتس تكون في عندي نقاط من المادة هاي اللي انت حكيت لي عنها في الـ Proximal tubule epithelium ايوه سببه protein absorption of fibulas ما بتقول لي ما فهمت اشي بحكي لك حبي حبي هاي الكلية الكلية بتعرفوا ان الوحدة الاساسية تبعتها هي النفرون النفرون تمام اللي هو هون ايش هو النفرون؟ النفرون هو الوحدة الاساسية بالكلية اللي بتعمل filtration و reabsorption بتكون من glomeruli شعيرات دموية بتكون من tubules هاي اللي tubules تاعة النفرون تقسم الى Proximal tubule distal tubule loop of hynly اذا بتذكره شرحناها بالفيسيولوجي بهذه الزمنات وبالاناتومي و glomeruli انا اللي بهمني شفته البروكسيما لتيوبيول اذا الكلية خربت صارت تطلع لبلازما بروتين هاي اللي بلازما بروتين وهي طالعة راح تحاول لتيوبيول انها ترد ترجعها على الدم لانه الاصل بروتينات ما ترجع على الدم وهي بتمتصها هتعلق جو الخلايا هتعلق intracellular وبالتالي لدروبلتس اللي بشوفها في البروكسيما الابيثيليا لتيوبيول نتيجة امتصاص البروتينات اللي طالعة من البلازما بسبب خراب الكلية وانها تحشر جو السل الموجودة هون على شكل نقاط هاي اسمها دروبلتس هاي هي الانتراسليولار هاي اللين تشينجز ثاني مثال على الانتراسليولار تشينجز الديجينيريشن شو معنى ديجينيريشن يعني كان مثلا عندي خلايا العضلات الموجودة بالبطن اسمها ريكتس أبدوميناس مسل العضلة الموجودة في بطنك اللي مقسم هيك تمام هاي العضلة تاعة البطن هاي اذا صار فيها ديجينيريشن شخص اتعرض لتروما لكدمة تمام او حادث بلش يصير فيها ديجينيريشن ويتراكم فيها الهيالين يعني تقلب الخلايا العضلية بسبب الموت تبعها لهيالين ممبرين هاي اسمها ديجينيريشن هاي انترا سيليولار هاي منسميها زينكر ديجينيريشن اذا شو زينكر ديجينيريشن خراب في الريكتس أبدوميناس مسل في عضلة البطن لما تتعرض لتروما بتصير تتحول الخلايا ويتراكم فيها الهيالين فهي اسمها ديجينيريشن وهي طائب من الانترا سيليولار هيالين ايش تشينجز كمان في عندي الروسل باديز الروسل باديز هاي اللي الصورة موجود عليها هون هاي الروسل بادي شو فكرتها بكون في عندي الابلازمسل شو هي الابلازمسل حت تعلموها بالاميون هي البي سيلز البي سيلز النشطات اللي بيفرزوا اميونو جلوبيولين تمام الأجسام المضادة هدو الانتي بادي اميونو جلوبيولين منسميهم بلازمسل هاي الابلازمسل اذا صار فيها خراب وصارت تتراكم فيها الاميونو جلوبيولين غير الناضجة في داخلها هتعمل بالابلازمسل بادي هاي الابادي شو سموها حسب العالم اللي اكتشفها روسلز بادي اذا شو الروسلز بادي هي عبارة عن تراكم للاميونو جلوبيولين تمام اللي هي هي هيالين اللي هي المادة طلعوا كيف هموجينس إجليسي لونها زهري نفس صفات الهيالين في داخل الابلازمسل وبالتالي هاي منسميها روسلز بادي منسميها روسلز بادي طيب هيك يا دكتور احنا صرنا فاهمين لهسة انه الهيالين يعني يتراكم مادة زي الهيالين إجليسي هموجينس إيوسنوفيلك ببين لونها زهري في الـ إما بتتراكم جو الخلية أو خارج الخلية جو الخلية زي مين زي اللي دروبلت اللي حكيت لعنها تعتبروكسيمال تيوبيول نتيجة لامتصاص البروتينات الديجينريشن تعت عضلة البطن اللي هيسمها زين كارديجينريشن والروس البادي تعت الإيميونوغلوبينين في داخل البلازما سل طيب لو تراكمت الهيالين إكسترا سليولار خارج الخلية أعطيني أمثل عليها أمثل عليها أنه تتراكم الهيالين خارج الخلايا الموجودة في الرحم رحم المرأة اليوتيروس رحم المرأة تمام في حالة إيش اسمه ليوميومة اللي هو إيش تليف الرحم تليف الرحم ليوميومة تمام هاي شو الفكرة اللي بتصير فيها هاي اليوتيروس تطلع منه كتلة هاي الكتلة اللي هي الليوميومة بصير فيها تشينجز وبصير فيها هايالين دي جنريشن تصير يتراكم فيها الهيالين فهاي وين بتراكم الهيالين خارج الخلية يعني هاي الخلية بصير يتراكم حوالين الخلية وبالتالي هاي إكسترا سليولار هايالين دي جنريشن في الليوميومة طيب كمان مثال عليها كمان في عندي الهيالين اللي بيتراكم جوه البلد فيزل جوه اللي هو ايش الشريين خاصة اي شريان الشريان اللي هو الكلوي الرينا الفيزل بسبب ارتفاع ضغط الدم او السكري شو الفكرة تاعتها هاي عندي البلد فيزل تمام اللي هو الرينا البلد فيزل بصير في عندي بسبب ارتفاع ضغط الدم جروح في اللي هو ايش يعني هذا الدم القوي بصير يضغط على جدار الشريان ويعمل فيه جروح أو السكري بسبب السكر بصير يعمل فيه جروح طيب إذا عمل فيه جروح الجسم كيف يحاول يرممه بصير يرسب هيالين حوالين الخلايا وبالتالي هي اسمها هيالينيزد هيالين تمام لأن الهيالين لما يترسب بعمل تصلب بالشريان بسكر الشريان ما بيخليه يظلوا مفتوحه وبالتالي هي اسمها هيالين أرتريولو سكيلوروسيز خاصة بالرين الفيزل في حالات ارتفاع الضغط وفي حالات السكر هاي الصورة على اللي هو الاكسترا سيليولر هايلين دي بوزيشن هاي تاعت الليو ميومة باليوترس طلعوا كيف هاي مادة الهيالين هي المادة الزهرية اللي غليسي اللي حكينا عنها متراكمة حوالين الاسموث مسل هاي شكل الاسموث مسل تاعت اليوترس تمام تتراكم حواليها هاي الهيالين في حالات الليو ميومة طيب بتقول لي ممتاز إذن لهس عشان نرد نعيد حكينا الريفيرسابل انجري حكينا عن الهايدروبيك تشينجز حكينا عن الفاتي تشينجز وحكينا عن الهيالين تشينجز إنترا وإكسترا سيليولار طيب آخر تشينجز عندي شو هي هي الميوكويد تشينج من وين اكتسبت اسم الميوكويد من الميوسين يعني أنا هون ما بيتراكم لا دهون ولا هيالين ولا مي من اللي بصير يتراكم ميوكس ميوكس جلاند هاي بتطلع الميوسين اللي هو نوع من أنواع اللي غلايكو بروتين يعني بروتين سكري تمام اللي هو المخاط بصير يتراكم هذا اللي هو الميوكس قد يتراكم في أبيثيليا التيشو تمام وإبيثيليا التيشو زي مين زي الموجود بالجي آي وغيرها يعني زي الموجود بالجهاز الهضми أو غيرها من الخلايا الإبيثيليا التيشو هاي الخلايا فيها ميوكس ميمبرين وميوكسي requirement بتطلع لميوسن وبالتالي بصير يتراكم فيها ميوسن أو قد يتراكم بالكونيكتف تيشو زي العظام تمام والعضلات والمفاصل هذا الكنيكتف تيشو والأمبلايك الكورد برضو منعتبره كونيكتف تيشو لهو الحبل السري براكم ميوكس بس شو اسمه عشان يميزو لانه موجود بالكنيكتف تيشو حاكم نسميه ميكزويد فميكزويد وميوسم نفس الاشي ميوسم بالإبيثيليل وميكزويد اذا كانت المشكلة بكنيكتف تيشو طبعا حينصبغ بصبغة لونها بلو الي كان البلو ستين حنفرجيكم معيها كمان شوي هاي الميوكويد change اذا من هون اخر مرة حكينا المورفولوجي تحت السيل انجريها تتبقى اذا كانت Ref كلههم changes هيضروبيك فاتي هيالين ميوكويد تمام Couple sera ontHaveสريك اجن ان نمر سرعا على السليدات تبعتهم بس من باب التثبيت .يلا أحكيلي بالناس فيرويك تحت المشكلة فيها بتكون بالبم بالصوديوم بوتاسيوم ايتي بييز بم الفاتي تشينج اسمها الثاني ستياتوسيز بتتراكم الدهون بنن فاتي تشو زي ما حكينا ليه لانها مش قادر تعمل ميتابولايزيشن للفات وبالتالي بيضلوا موجود على شكل لبيت فوكيول في داخل السايتو بلازم والمثال الاشهر عليها الفاتي ليفر ديزيز طلعوا هاي النورمال ليفر طلعوا كيف شكل الفاتي ليفر فيه كرات بيضة هاي هي اللي هو ايش الفاتي ليفر تشينجز الهايدروبيك تشينجز او الكلاودي سويلنج حكينا ووتر في السايتو بلازم كاتيولوجي هي الكمونستية بكل اسباب الانجري بغض النظر شو كانت اشعة توكسن كيميكال غلوكوز سلاين اي اشي انت بتعطيه هاي فيفر بيرن بويزن سوم اي سبب للانجري ممكن يعمل هاي دروبيك ايش تشينجز طبعا من وين اي جات بتيجي من الامبيرد regulation of sodium and potassium على السلميم بالاضافة للكالسيوم هذول هم اهم الشغلات وطبعا هاي تعتبر الprocess reversible كل تشينجز اللي حكيتهم هايالين فاتي اي اش منهم ريفيرسبل الله يرضى عنكم ما يخربتكم ممكن يجيك بكرة سؤال في الامتحان all of the following are reversible changes except هايالين صح وفاتي صح وهايدروبيك صح تمام كل هدول ميوكويد صح الاكسبت بدي يكون ابوبتوسيز تمام وبالتالي هديك اشياء irreversible بحكيلي كمان عندي المورفولوجيكال تشينج تحت الهايدروبيك قولنا قروسلي ببين الارغان منتفخ في بلج اوتورد يعني في انبعاجات خارجية وبكون اللون تبع اوبيك وشوفنا هاي الصورة وحكينا عنها تحت المايكروسكوب كيف الخلايا بتكون منتفخة بتضغط على البلاد فيزل بكون بنصص small clear vocules بكون small cytoplasmic blip وبتكون النيوكلياس شمالها هاي صورة طبعا النورمال هاي النورمال كيدنيتي شو طيب الهايالين changes قولنا جليسي وهموجينوس ويسونوفيليكو بتبين على ال H&E Stain تمام بلينها لون بني عفوا لون pinkish على الهايالين Stain ممكن تكون intracellular, extracellular, intra زي الهايالين droplet وضربنا المثال زي الهايالين degeneration تاعة rectus abdominis مسل تاعة zinc خاصة مثلا بحكيلي في حالات تيوفويد فيفر او في حالات التروما زي ما قلنا بصير في عندي هذا الديجنراتي والروس البادي اللي هي الاميونوغلوبيني اللي بده تتراكم جوة البلازمسل زي ما احنا شفناها في الصورة اللي هون طبعا الاكسرا سيليار قولنا هاي بتكون في الكنيكتف تيشو يوجولي بكون عندي هايالين ديجنراتيشن بالليو ميومة وقلنا شو بالليو ميومة هايالينيز في الولد سكار والارتيريوسكيلوروسيز طبعا هون بحكيلي اني اكيوميليشن اكسترا وانتراسيليولر يعتبر غالبا بروبلم في الترانسبورت لانو انا مش قادر اخلص يعني انا بكون عندي مشكلة في النواقل لانو مش قادر افضي الهيالين اللي بيتراكم جوة الميوكويد قولنا الميوكويد هو عبارة عن ميوسن غلايكو بروتين بطلع من وين من الميوكس ايجلاند اسمه ميوسن اذا طلع من الابيثيليل واسمه الميكويد اذا طلع من الكنكتيف تمام والثانين بنصبغو بالأليكن البلو. طبعا ميوكاس ماتيريل. هلما صبغناها بالأليكن بلو. طلعوا كيف بيّن على شكل اللي هو خيوط زرقاء تمام. هاي بتصبغ في داخل الـ ميكزويد تاعت الـ ميكزويد. تمام هاي ميوسن وهاي ميكزويد. الميكزويد تاع الـ ميكزويد. يعني بيكون في شويه تزياده فيبرين. انتبهوا انه الـ ميكزويد اسمه ميكزويد. الان نحكي عن الـ الانجيري الانجيري قلنا الانجيري قد يكون على شكل نيكروسيز او ابوبتوسيز النيكروسيز اسمه يعني لو السلة تعرضت لانجيرا ستيميولاي وماتت اكسيدنتلي مش هي مقررة انها تنهي حياتها لخلل في داخلها هاي اسمها نيكروسيز اذا النيكروسيز هو بين قسين اكسيدنتل ديث طب الابوبتوسيز لا السلة هي بتقرر هي بتقرر انها تبلش انها تنهي حياتها بايدها ليش لانو صار فيها تشينج مثلا في الدي ان اي في البروتينات صار فيها دي ناتوريشن فقررت انها اصبحت لا تصلح للحياة فبدها تنهي حياتها فهاي بنسميها ابوبتوسيز اذا الديث اما نيكروسيز which is accidental death بسبب نقص الاكسوجين نقص الدم اسكيميا والجلوكوز وزيادة التوكسنز تمام او ابوبتوسيز بسبب مثلا تشينجز في داخل اللي هو النواة والمكونات اللي موجودة فيها طبعا يعتبر دائما الابوبتوسيز من ناحية الاستيميولاي للسيفير تمام وبكون كمان مش بس هيك بحكي للسيلز نيد تو بي إلمينيتد ديوني نورمال بروسيز يعني لو الخلية كبرت وصارت بدهتينها حياتها شو رح تختار تختار نيكروسيز ولا ابوبتوسيز تختار ابوبتوسيز طب لو واحد اتعرض لستيميولاي بس ما كانش سيفير يختار نيكروسيز ولا ابوبتوسيز بختار ابوبتوسيز طب لو تعرض لستيميولاي كان سيفير وأكسيدنتل نقص أكسوجين دم توكسن بختار نيكروسيز وبالتالي هاي هي الشيء الأول اللي رازم نعرفه الشغل الثاني اللي نعرفها كلمة أوتولايسيز أوتولايسيز هي ناتج عن النيكروسيز والابوبتوسيز يعني بتيجي معاهم طبعا لما نحكي أوتولايسيز لايسيز يعني تحلل أوتو ذاتي طب كيف الخلية بتحلل حالها ذاتيا بيقول لي بصير في عندي هيدروليزيزيشن للخلية عن طريق اللايزوزوم اللايزوزوم هم عبارة عن إنزيمات بتكون موجودة في داخل الخلية على شكل أكياس موجودة في داخل الخلية يعني هاي خلية بكون فيها اللايزوزوم محبوسة في داخل أكياس هاي الإنزيمات إذا صار في عندي إنجري وطلعت شو رح تعمل رح تحلل مكونات الخلية طب متى بتطلع اللايزوزوم بتطلع في حالتين غالبا تطلع مع الدتسل يعني لو خلية ماتت صار فيها أبوبتوسيز تمام وبننا نحللها بتبلش تطلع اللايزوزوم وتحللها تمام نفس الإشي النكروسيز أي خلية بتموت بصير فيها اللي هو خروج للايزوزوم بصير فيها أوتولايسيز طب متى بتصير بالخلايا العايشة بقول لي آه بتصير إذا في حالات الفيرال إنفكشن الفيرال إنفكشن شو بعمل الفيرال إنفكشن يا دا كاترة لما يدخل على جو الخلية الفيروس بقعد جو الخلية بيخرب الخلية فالخلية بتصير بدها يتحلله وتحلل المناطق الموجود فيها فبتطلع اللايزوزوم إنه يقضي على هذا الفيروس الموجود جو الخلي فبتبدأ عمليات التحليل في كل الخلية وبالتالي ممكن تصير في الديتسل يوجولي أو بالليفينج سل خاصة في حالات الفيرال إنفكشن طبعا الأوتولايسز عملية التحليل قد تكون بطيئة قد تكون متوسطة وقد تكون سريعة لشو بيعتمد بيعتمد على نوع التشو اللي هي فيه إذا كان التشو فايبرس تشو فايبرس شو يعني يعني صلب يعني معبة فايبرين هل سهل تحللو لأ حيكون طب لو كان انترميديات تشو من ناحية الصلابة زي الليفر زي الكيدني زي الهارت تمام انترميديات تشو طب متى بيكون رابط بيكون رابط بيكون رابط بالذات في الأماكن اللي معبي لايزوزوم بالأماكن الهشة زي البنكرياس زي اللي هو الطبقات تبعت اللي هو الجاستر كيميوكوزا طبقات المعدة هذول بيكونوا هشات معبيات لايزوزوم مجرد ما صار فيه تحفيز لايزوزوم بتكون عملية التحلل شو ما لها سريعة جدا جدا طبعا شو اللي رح يصير عندي لما تصير عندي التحليل حيصير عندي هوموجيناس ايوسونو فيليك سايتو بلازم تمام بتبلش الخلية تفقد صفاتها loss of details بتبلش الخلية تتكسر وتعطيني دي بريز تمام اللي هو زوائد ناتجة عن تكسر أو فتاة ناتج عن تكسر الخلية طيب ممتاز كثير بحكيني الشغلة الثانثة اللي بدياكم تعرفوها بعد معرفنا types of cell death accidental necrosis والregulated apoptosis وعرفنا الفرق الأول بينهم وحكينا عن autolysis اللي ناتجة عنهم تمام اللي هي hydrolysis وقلنا منها سريع و بطيء وغالبا بتكون بتدت شو الآن بدي قبل ما أنزل على النكروسيز بس أحكي لكم عن هذا الجدول ولو إنه صراحة الصح إنه الرد نرجع نعيده بعد المحاضرة هذا الجدول الأصل نرجع نعيده بعد المحاضرة ليش؟ لأنه حنكون خلصنا الأبوبتوسيز والنكروسيز ونقدر نقارن طب ليه جبت لي إياه هون عشان نقول لك إنه الدكتور كثير يهتم فيه وتوقع عليه أسئلة بالامتحان طبعا حكينا إنه أنا عندي شكلين للديث accidental death necrosis وregulated death الأبوبتوسيز الأكسيدنتل ديث اللي هو النكروسيز إيش التعريف تبعه؟ التعريف تبعه إنه بيكون فيه عندي استيميولاي إما إنزيم متحفز بده يكسر أو إسكيميا ونخص أكسوجين حكينا هي واحد أو الخلية قررت إنه خلص أنا كبرت بطلت بدي حالي بدي أقضي على الحالي بتختار طريق الأبوبتوسيز طيب البروسيز الثنتين باسف تمام ما بيهمنيش نيجي اللي بعديها السلدث السلدث بالعاد بالنيكروسيز بتموت الخلية على شكل مجموعات تمام؟ لأنه أنا انقطع الدم عن الكبد حتموت هاي المنطقة اللي انقطع عنها الدم انقطع الأكسوجين عن هاي المنطقة حتموت هاي المنطقة اللي انقطع عنها الأكسوجين بينما الأبوبتوسيز خلية واحدة قررت إنه أنا عندي خراب بدي أقضي على حالي فهذا بكون على لفل السنجل سل طيب الأنواع الطيب النيكروسيز غالبا باثولوجيكل غالبا باثولوجيكل يعني غالبا بكون سببه مرضي في عندي استيميولاي خربت بينما الأبوبتوسيز هنحكي لكم في منه فيسيولوجيكل وفي منه باثولوجيكل يعني في مرات بحالة طبيعية أنا بستفيد من الأبوبتوسيز حدوثه ما بكون مرضي فيسيولوجي ومرضي طيب حجم الخلية مين الخلية اللي حجمها بزيد ومين الخلية اللي حجمها بقل الخلية اللي حجمها بزيد النيكروسيز ليش يا دكتور نيكروسيز رح يصير في عندي خراب في الممبرين حتصير تدخل السوائل والمواد إلى داخل الخلية وبالتالي شو بصير في حجم الخلية بكبر بينما الأبوبتوسيز وهذا الفرق جدا مهم الممبرين تبعا حقلت لك انتاكت بظله زي ما هو طيب شو بصير فيها بتصير تتكسر لأجزاء صغيرة لأبوبتو تكبا دي يعني تتكسر لأجسام صغيرة وبالتالي حجمها كبير ببداية بعدين بصير صغير على العكس هديك هديك حجمها عادي بعدين بكبر بسبب خراب الممبرين وبالتالي سيكون عليهم انتبادي انتبادي شو بده انفلميشن وبالتالي حيكون انفلميشن عشان يعمل ويشيل هذول الأجسام الغريبة اللي طلعت من جو الخلية بينما الأبوبتوسيز لا الخلية بتظلها مسكرة جو السلميبرين ما بتطلع المكونات وبالتالي ما عندي انفلميشن آخر ثلاث فروقات تمام هذول مهمات جدا 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 وتوقع عليهم يجيوكوا أسئلة بالامتحان خلينا نبلش فيه النكروسيز أول نوع فيهم النكروسيز هو عبارة عن لوكلايز ديثتيشو طب ليش قال لي لوكلايز لأنه مش بيصيب خلية واحدة بيصيب كل المنطقة اللي انقطع عنها الدم أو انقطع عنها الأكسوجين أو اتعرضت لتوكسن تمام اوتولايسز ممكن يصير هون وهون ولكن الانفلاميشن أهم شيء أنه ما بييجي إلا بعد النكروسيز عرفنا ليش لأن المكونات بتطلع من جو الخلية بسبب الدمج طبعا بيحكيلي عندي 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 سيل دايجيشن بايليتك إنزايم وبصير السايتو بلازم يتكون على شكل قرات صغيرة وبصير في عندي مرات يدخل الكالسيوم جو الخلية ويصير عندي كالسيفيكيشن بنسميها ديستروفك كالسيفيكيشن كمان الشغل الثانية اللي بتعمل اللي هو النكروسيز أو الانجر في النكروسيز مش بس الدايجيشن بالإنزيمات لا كمان بتخرب عندي البروتينات خاصة مين البروتينات البروتينات اللي موجودة جو النيوكلياي طب النيوكلياي شو بصير فيها بتصير فيها تجمع للنواة اللي سميناها بيكنوسيز إذا بتذكروا بعدين بتصير اللي هو النواة تتكسر لأجزاء صغيرة فراغمنتيشن اسمها كيريوريكسس وممكن الذوب وتتحلل اسمها كيريولايسس هاي البيكنوسيز والكيريولايسس والكيريوريكسس منشوفهم وين منشوفهم في النكروسيز إذن النكروسيز تمام بكل أنواع الخمسة اللي حنحكي عنهم كمان شوي فيه شغلتين أساسيات واحد فيه أوتولايسس ودايجيشن بيوليتيك إنزايم وكمان فيه شغلة ثانية دي ناتوريشن أوف بروتين يعني حتكون النواة في الخلايا تبعته فيها بيكنوسيز فيها كيريوريكسس وفيها كيريولايسس لأنه قلنا هو عبارة عن لوكالايز ديث في التشو في أوتولايسس وفي انفلميشن الثنتين مع بعض طيب شو أنواع النكروسيز خمس أنواع من النكروسيز هس رح نبلش فيهم واحد واحد ونمر عليهم وراح أحكي لكم شو المعلومات المهمة في كل واحد فيهم كل واحد فيهم مهم نعرف تعريفه كيف شكل النسيج اللي فيه شو أشهر الأنسجة اللي بتتأثر في هذا النوع من النكروسيز لأنه نكروسيز بختلف من نسيج إلى نسيج آخر حسب صفة هذا النسيج نبلش في أول شيء عندي اللي هو شو هون بس برد يعيد بحكي لي أنه المورفولوجي تاعة اليريفيرسابل أو السيلدث تمام إيش المورفولوجي بتعتمد حسب النيتشر حسب بختار أنا الطريقة تمام وحسب اللي هو طبيعة الجسم اللي متعرض لإلها وهون برجاء بحكي لي أنه أنا في عندي وعندي أكسيدنتل الريجوليتد قلنا مين هي أببتوسيز والأكسيدنتل هي إيش النكروسيز والأوتولايسيز بكل معلوماتها حكينا بتطلع الهايدروليتك إنزايم تيجي اللايزوسوم بتصير أكثر في الديتسل ممكن يكون مع فيرال إنفكشن إذا كانت ليفينكسل أسرع أورغنز البنكرياس البطيئات جدا الفايبرس تيشو اللي فيها كثير فايبرس تيشو زي اللي هو العظم تمام والمفاصل وغيرها تمام بحكي لي بالنسبة للمورفولوجي حكينا راح تبين الخلية يعني حيكون لونها زهري راح أخسر الصفات تبعة الخلية راح يصير يطلع مكونات بسيطة من الخلية نتيجة لتحلولها لما تتحلل تتكسر لأجزاء صغيرة وهون قررنا بين النيكروسيس والأبابتوسيس وقلنا عنه مهم وبعدين ايجين على النيكروسيس قلنا هو قلنا في عندي اللي هو معه وانتبهوا تطلعوا كيف الممبرين خرب صارت المكونات تطلع ويدخل لجو الخلية سوائل كبر حجم الخلية والمكونات اللي طلعت بر الخلية هاي شو عملت المكونات اللي طلعت بر الخلية عملت لأنها صارت جسام غريبة بدها تحفيز للانتيبادي فصار في عندي اللي هو ايش انفلميشن وطبعا حكينا انه في عندي تو تشينجز بتصير في كل أنواع النيكروسيس اللي هي الأوتوليسيس عفوان والليتك انزايم وكمان الديناتوريشن أوف بروتين تاعت الخلية طبعا بحكيلي شو هم من البتنز تاعت النيكروسيس أنواع النيكروسيس أنواع النيكروسيس يلا أول نوع اسمه co-augulative نيكروسيس من وين اجت كلمة co-augulative فكرة هذا النيكروسيس مين اللي بصير بالإسكيمية يعني مثلا هاي الكلية أو الطحال السبلين تمام أو القلب لما نمنع الدم يوصل لإله رح يموت المنطقة اللي هون موجودة طب ليش انمنع انمنع بسبب co-augulation انمنع تحلل لا ما رح توصل لإنزيمات ولا كالسيوم يحفز إنزيمات التحليل وبالتالي من هون عرفت شغلتين أساسيات الأولى السبب والأشهر إسكيميا الشغلة الثانية تمام بيعمل بموة المنطقة الموجودة فيها الشغلة الثالثة بصير فيه الأورغن الصلبة زي القلب والكليا والسبلين هذو الأشهر أورغن بتصير قلت لي قبل شوي إنه بتمنع الدم بتمنع الكالسيوم بتمنع كل شي رايح طبعا إذا منعت الدم ماتت الخلايا ومنعت الكالسيوم ما في تحفيز للتحلل وبالتالي بيظلوا محافظ على الستراكتشر تبعه يعني القلب لما يموت حتشوفه قلب صح شكله مختلف ولونه مختلف والخلايا تبعته بيل وفقدت الصفات تبعتها وبطلت تشتغل ولكن شكله قلب ما رح يتحلل وهاي المعلومة مهمة جدا 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 وممكن يجي عليها السؤال بالامتحال ليش ما عنديش هايدرولايسيز أو ممكن يقول لي مين هو نوع النكروسيز اللي فيش فيه هايدرولايسيز وفيش فيه هايدروليتك إنزايم الستراكتشر تبعته اللي هو الأورغن بيظل محافظ عليها اللي هي الكو أجيونيتيف نكروسيز إذا من هون عرفنا هو المست كمون طايب نكروسيز راح يكون فيرم راح يكون فيه شوية انتفاخ أهم شيء إنه شكله راح يصير أصفر وهش تمام وبكون فيه شوية انتفاخات شرنكين زي ما حكينا طب من ليش صار بيل وأصفر وهش ما هو فيش دم لإلو تمام بعدين بيحكي ليه المورفولوجي تبعته من ناحية اللي هو لما نطلع عليه احنا تحت المايكروسكوب هتلاقي إنه شكل الخلية هاي أهم كلمة architecture of dead cell tissue is preserved طب ليش preserved وبقعد أيام على هذا الحال تمام أو حتى أسبيع وهو preserved وبكون فيرم قاسي وزي ما هو منظره العادي لإنه حكينا أنا بمنع وصول الإنزيمات والبروتيولايسيز ديث تاع السلة أنا مش موصل دم ولا كالسيوم ولا محفز الإنزيمات اللي بدأت تعمل تحلل تمام بتأخر في تحفيزها وبالتالي بيظل محافظ على الشكل الخلية اللي موجودة فيها فهذا إشي مهم جدا 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 بحكي لي عندي localized area of coagulative necrosis شو منسميها يعني أنا قطعت الدم هاي القلب هاي الجزئية اللي ماتت شو منسميها منسميها infarction وبالتالي هاي هي الفكرة الأساسية بحكي لي هاي لو مني نجي نطلح هون طلعوا كيف الخلايا تمام خلايا ميتة فيش فيها نواة تمام ومنتهم موضوحها وفي البداية طلعوا هاي بتشبه نسيج الأول تمام يعني أو النسيج لما يموت بيبين على إنه طبيعي لأنه ما فقدت الاركتكتر هاي أهم معلومة نيجي الآن لليكويفاكتف نيكروسيز ليش اسمه ليكويفاكتف لأنه الخلايا اللي فيه بالذوب بصير فيها لايسيز على عكس مين على عكس الكواجولاتف هاي بتصير مين هاي بتصير لما أنا أقطع الدم أيوة عن أورغن هذا الأورغن نفس الخلايا تبعته معبئة لايزوزوم فبتروح اللايزوزوم اللي فيها بتذوبها مش معتمدة على الكالسوم الجاي من بره لا هي أصلا معبئة لايزوزوم وهذا الأورغن الصلب الوحيد اللي بصير فيه هذا الإشي هو البرين الدماغ إذن كل السلد أورغن في الجسم بتعمل كواجولاتف نيكروسيز ما عدا صاحبنا البرين البرين بيعمل ليكويفاكتف نيكروسيز ليش لأنه بيقولك لما تقطع الدم عنه الخلايا تاعة الدماغ خلايا كلها تدهون بتحبها للبكتيريا والفطريات وغيرها بتصير تنمو فيها وتحلل الخلايا فبصير شكله على شكل ليكوي يعني سوائل ليكويفاكتف أو كوليكويتف إيش نيكروسيز يعني إذا كأنه بيعمل أكياس وبجمع فيها السائل إذن أكرس كامونلي بسبب إسكيميك إنجري وبكتيريا وفنغاي زي ما قلنا وين بسبب هاي بتشوفها في البرين سواء كان جلطات الدماغ أو يعني بيفتح كيس خراجي وبصير يتجمع في داخل الدماغ طبعا كيف يبين حكرا ليكويفايت سنتر زي ما احنا شايفين بالنص بتحس كأنه في عندك هون سوائل موجودة في داخل الدماغ تمام كونتيرنج شو فيها فيها نيكروتيك ديبري وفيها اللي هو السيست تكون في داخلها طبعا بحكيلي المايكروسكوب المايكروسكوب شو رح أشوف رح أشوف النيكروتيك ديبري رح أشوف ماكروفيج كوريات دم بيضاء رح أشوف الفاقوسايتس الموجودة فيها أهم شيء بيبين عندي السيستول السيستول اللي رح أفرجيكم إياه إيش المكونات تبعته هذا السيستول شو المكونات تبعته بتكون من خلايا الضامة اللي بتكون موجودة في الدماغ بتكون من خلايا اللي هو اللي هو تمام مع كل ياتها بتكون موجودة فيها وخاصة اللي هو تاعة الأكياس بشوفها لما يتكون عندي والأبسس كافيتي وبالتالي كل ياتها بشوفها في السل طبعا كيف عرفنا الانفلميشن انفلميشن يجولي غالبا كريات الدم البيضاء هاي اللون الأزرق الصغير هاي هي كريات الدم البيضاء بعدين عندي التجبن او الكيسيس نيكروسيز اللي بعطيني شكل النيكروسيز على شكل الجبن هذا بكون طلعوه هاي شكل الجبن هون او الجبن بكون موجودة في داخل اللنج تمام هاي الكيسيس نيكروسيز خاصة اذا انصابت اللنج في مرض السلري او تيوبر كولوسيز ليش بقول لي هاي التيبي هاي الليبوبولي ساكرايد هاي الليبوبولي ساكرايد اللي هي لبيد وسكريات بتطلع وانها هستو تكسيك افكت بتقضي على الخلايا الموجودة حواليها لما تقضي عليها بتعملها على شكل دراي تشيز صوفت جرانيولار يلويش بصير هذا اللون لون فيه أصفر طب ليش لانها بتعمل مزيج مزيج ما بين مين 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 مزيج مين иру picnic نيكروسز بتمنع وصول الدم لإلها وكمان لانها بكتيريا موجودة بتحمل بتعمل creo طب بالمايكروسكوب كيف بتشوفها عقاز أه اول اشي ما بتكون فيها ما بتحس فيها ما بتقدر تميز الخلايا الموجودة فيها كمان في عندي كمان بيكون في عندي شكل زهري زي ما احنا شايفين طلعوا كيف متجمعة باللون الزهري كمان بحكي لي الاهم انه في حواليها اسمهم زي ما راح افرجيكم انتبهوا معي منيح خلينا نستوعب شو الموضوع هاي السنتر اللي صار فيه الكيسياس نيكروسيز اللي مات طلعوا حواليه في خلايا هاي الخلايا اللي حواليه شو هم ليمفوسايت وحواليه خلايا تمام كبيرة جدا هاي الخلايا الكبيرة جدا هاي اللنج هانسل وبالتالي حواليه خلايا عملاقة حواليه ليمفوسايت وبالنصب السنتر بيكون في عندي ايش منطقة ميتة لونها ايسونة فيليك فيش فيها فيش فيها انوية هاي هي الكيسياس نيكروسيز وهم شيء اذكروا لي إنها هي coagulative بتصير في الرئتين بسبب وفيها الخلايا العملاقة وفيها كمان اللي هو وفيها كمان اللي هو وهي الموجودة حواليها والخلايا الكبيرة بتكون محوطة اللي هو منطقة السنتر بعدين في عندي هذا برضو نوع من أنواع السلدث تمام بحكيني هذا الفات نيكروس غالباً بيكون على شكلين في منطقتين الأولى إذا ممكن شخص يصير عنده التهاب في البنكرياس البنكرياس بنكريا تايتس تطلع المكونات تبعة البنكرياس منها إنزيم اللايبيز اللايبيز إنزيم بحلل الدهون بيكون موجود جوة البنكرياس بصير يطلع للدهون الموجودة حوالين البنكرياس اللي بنسميها بريتونيا الكافيتي فبيبلش يذوبها لما يذوبها والذوب الدهنيات بتيجي الكالسيوم بترسب فيها فبيصير شكلها على لون الأبيض زي اللي إحنا شايفينه هون تولكي وايت أبيرانس لأنه هاي دهنيات ذائبة تمام اتجمع جواتها الكالسيوم هاي متى بتصير بتصير في الأكيوت بنكرياتك نيكروسيز لما يلتح بالبنكرياس يطلع البنكرياتك لايبيز بذوب الدهون الموجودة حوله وهاي بسبب اللايبيز بتحلل ترايق لسرايد اللي هو الدهون وبتراكم جواتها كالسيوم طب فيه طريقة ثانية آه لو أنا اجيت على البريست خاصة عندي الستات أكلت ترومة هاي الست انضربت عليه لأنه تحتيه دهون الدهون تحتيه حذوب بسبب الترومة والWBC والإنفلميشن تعرفوا دائما الإنسان لما يوكل ترومة بنفخه بحمره وبيجي الدم كثير وبتيجي كريات الدم البيضة فبصير دوبان في الدهون فبصير يترصب جواتها الكالسيوم هذا برضو نوع من أنواع الفات نيكروسيز اللي بصير بسبب التروماتيك بسبب الترومة فميزوا قالوا اسمه تروماتيك فات نيكروسيز مثال عليه اللي بصير في داخل البريست طبعا إحنا حتيجي هاي الفاتي أسد ترتبط مع الكالسيوم فرح تبين على شكل تشولكي وايت زي ما حكنا لكم إياهم اسمها فات بتصير زي كأنها زيها زي الصبون طب بالمايكروسكوب شو رح أشوف رح أشوف كلاودي أبيرانس حواليه وحاشوف الكالسيوم سوبس تكون موجودة فيها ولو صبغناها بصبغة تبين الكالسيوم حيبين لونه أزرق في داخل هاي الصبغة النوع الخامس من النكروسيز اللي هو الفيبرينويد نكروسيز الفيبرينويد نكروسيز من اسمه لش سموه فيبرينويد لأنه في تراكم للفايبرين أو مادة تشبه الفايبرين من ناحية الصبغة خاصة لونها يعني بكون زهري غامق تمام في الصبغة طيب بحكي لي هاي من وين بتيجي هاي بتيجي إما بخراب البلد فيزل البلد فيزل من أشهر الأشياء اللي بصير فيها فيبرينويد نكروسيز لما تخرب خاصة في الاميونولوجيكال ديسوردر زي الاميون كومبليكس فاسكولايتس التهاب البلد فيزل اللي بيعمل لي اللي هو التهاب في الجدار وبالتالي بتصير تترسب فيه فيبرين الأوتو اميون ديزيز أرثس رياكشن هذول كله يعتم عبارة عن خراب في البلد فيزل وبالتالي الفيبرينويد نكروسيز بشوفه في الاميونولوجيكال ميدياتة خراب البلد فيزل كمان خراب في الارتريول بسبب ارتفاع ضغط الدم تمام وممكن أشوفها حتى في حالات تقرحات المعدة هاي برضو البلد فيزل بسبب ارتفاع ضغط الدم تخرب البلد فيزل فبصير يترسب فيها الفيبرين والهيالين فبتعمل هيالين تشينجز إذا كانت ريفيرسابل وإذا كانت إيريفيرسابل بتعمل فيبرينويد نكروسيز طبعا كمورفولوجيكال شو راح تشوف حتشوف مادة الهيالين لايك برايت إيوسينوفيليك هيالين لايك دي بوزيشن يعني بتعرف الفيبرينويد نكروسيز زي ما بدأ الهيالين تشينجز بس هذيكي ريفيرسابل هاي الرفيرسابل بس الستميولاي أشد ولنفس الشكل طلعوا كيف حتلاقوا عندك المادة الموجودة عندي هون طلع فيبرينويد نكروسيز بالنص حوليها شوية دي بريز وحوليها كريات الدم البيضاء هاي الصغيرة برضو هاي طلعوا كيف البلاد فيزل مجمع حوليه شو كيف عرفت انو بلاد فيزل هاي بنص الدم وطلعوا الجدار تبعه كيف ثك ومتراكمة فيه مادة الهيالين تمام اللي هو إيوسينوفيليك دي بوزيشن فيها وبالتالي هاي هي الفيبرينويد نكروسيز ومع اللونقرن ممكن هذا يضعف الشريان يفقع وتطلع الدم من جواته ويصير عندي هيموريج الهيموريج ممكن يصير موجود في هاي المنطقة وطبعا حواليه زي ما انتم شايفين الكريات هاي خلنحكي اللونها لون نهدي غامق تمام هاي كريات اللون نهدي الغامق هاي شو هي هاي الـ WBC تمام هاي الـ WBC هاي الـ Neutrophil الآن في عندي مصطلح اسمه غانغرين غانغرين هو باختصار أي نوع من النيكروسيز خاصة الـ Coagulative Necrosis المست كامون ايش الـ Necrosis احكي لكم الـ Gangrene او الغرغرينة هذا زي اللي صاب ايش اسمه الـ اليداع الشري في باب الحارة شو اللي صار مع الزلمة كان عنده مرض تمام سكري او غيرها عمل عنده Coagulative Necrosis ماتت ايده ايجت البكتيريا هجمت على الايد تمام وعملت فيها انفكشن فهاي صار اسمها ايش Gangrene وبالتالي الـ Gangrene It's a Necrotic Tissue Superated by a Pewterfaction صار فيه تعفن وصار فيه اللي هو ايش بكتيريا طبعا غالبا بكون Coagulative due to ischemia زي ما قلنا عن قصة الايداع الشري ممكن يصيب البطن ممكن يصيب الليمب تمام طبعا بحكي لي هون مهم جدا تعرف لي انه Gangrene او Necrotizing Inflammation ايش الاشي اللي بيميزه انه في عندي Vierulant Bacteria زي ما حكينا Vierulant Bacteria يعني بكتيريا قوية جدا بتأدي الى حدوث التعفن وبتعمل عندي Inflammation وبتعمل عندي الغانجرين طبعا بحكي لي اشهر مثالين على الغرغرينة تمام الاولى الغانجرينس استوماتايتس تمام ممكن يكون في عندي اللي هو غانجرين على مستوى اللسان او غانجرينس تمام appendicitis اللي هو مرات الزائد الدودية هاي بيصيبها غرغرينة اذ ظلت موجودة وملتهبة لفترة طويلة في داخل الجسم الاهم من هذا الحكي في عندي نوعين من الغانجرين وهاي مهمة جدا وعليها اسألة بالامتحان اما dry gangrene او wet gangrene dry يعني ناشفة wet طرية او رطبة تمام او بيسموها gas gangrene الغاز gangrene هو نوع من انواع wet gangrene بتكون معبئة غازات خلينا نشوفهم ونفهم الفرق اللي بينهم وهو اصلا يعني هاي آخر تبك في النكروسز وهيكا بتكون احنا يشأن هنا فيها النكروسز هذا الاشي اللي عندي الجدول المقارنة مهم والجدول دائما مهمة طبعا حكينا grossly gangrene تبحكيلي it's not a separate مهمة هاي هو مش نوع خاص من النكروسز اي نكروسز بصير في putrefaction تعفن وبصير في virulent بكتيريا هذا هو الغانجرين طبعا بحكيلي انا بشوف اللي هو ايش الغرغرينة تمام ممكن انا اشوفها من خلال العين زي ما حكينا اول ايش بيتبلش عندي انقطاع في الدم ونيكروسز بعدين بلش اللون تبعا حيتغير بعدين تتعفن هذا اللون السوادي اللي احنا بنشوفه طبعا بحكيلي الفرق بين dry gangrene والweed gangrene dry gangrene غالبا بصيب الليمب تمام يعني بصير في الاطراف بينما الweed gangrene بصير في البول طيب الشغل الثاني بحكيلي الميكانيزم تبعتها dry gangrene غالبا بيكون في عندي تسكير بالارتري بينما الweed gangrene في عندي تسكير في الفينس بتقول لي ما فهمت فهمني اياها عشان اكون فاهم مش حافظ بقولك طيب خليك معي احنا بنعرف انه لو انا في عندي هون خلايا LGI خلايا البول اللي هو القولون وغيرها بيجيها الدم بارتريول صح بعدين بتفرع الدم وبيعمل عندي كابيلاريز بعدين بلتم الدم تمام بالفينيولز انا في عندي طريقتين اعمل فيها غير غرينا طريقة الاولى اني انا امنع الدم من الارتريول هاي منشوفها في المس منشوفها بالايدين وبالرجلين طيق نيجي الويت gangrene الويت gangrene شو فكرته بقولك لو سكر الفينس رح يظلوا الدم كلياته متراكم هون صح حيرفع الضغط في الارتريول رح يمنع الدم انه يجي عن طريق الارتري وبالتالي الويت gangrene شو فكرتها بتكون بسبب فينس اوبستركشن تمام مش ارتيريال اوكلوجن هذا الفينس اوبستركشن بيجمع الدم هون وبمنع الدم يجي من الارتري وبمنع الدم اللي في الوسخ يطلع من عند اللي هو ايش يطلع من عند المنطقة اللي موجود فيها من منطقة مثلا البول اذا كصايد قلنا هاي بلمس هاي ببول هاي قلنا سببها تسكير بالارتري dry gangrene بينما الويت gangrene بيكون سببها فينس اوبستركشن اصلا عشان هيك هي ويت ليش اسمها ويت لانه انا لما اسكر الفينس الدم لساته موجود فبتطلع منه السوائل وبالتالي هاي رح نسميها ويت gangrene معبئة يا سوائل تمام على عكس اللي dry اللي dry انا ما عندي دم اصلا جاي من الارتريول ابدا وبالتالي هاي المنطقة كلها تناشفة طبعا بيحكيلي الورغان بيكون dry وبلاك هون الورغان بيكون moist soft و swollen هل فيه تعفن مين برأيكم بيكون فيها تعفن اكيد التعفن اكثر في الويت gangrene لانه انت بتحكي عن رطوبة وسوائل فنمو للبكتيريا اكثر فالتعفن بيكون فيها اكثر اما اللي مخطوعا هتدم مناش فيها هاي من وين ده فيش فيها بكتيريا اصلا تنمو فيها طيب line of demarcation هاني بتقدر انت تحدد الجزء السليم عن الجزء غير السليم في ال dry gangrene ياس بتقدر تحدده وبتقدر تشوفه على شكل junction بينما في الويت gangrene ما بتقدر تتميز ولانها منطقة كل اياتها بتكون سوائل وفيها بكتيريا وبالتالي صعب انك تتميزها طلع هون كيف اللي عندي الجانجرين اللي هون انا قدرت احددها ل dry هايها معروفة هاي ميتة هاي فيش فيها اشي تمام بحكيلي البكتيريا من البكتيريا اللي بتعيش فيها اكيد هون اللي فيها سوائل وفيها دم وفيها مي هاي اللي بتعيش فيها البكتيريا هون ما بتعيش فيها البكتيريا طيب البروغنوسز من اللي بروغنوسز احسن اكيد اللي dry انا بقصها وخلاص بينما الويت ليش البروغنوسز تبعها سيئة لانو فيها بكتيريا وهاي البكتيريا بتروحها الدم وبتعمل توكسين في الدم نسميها توكسيميا بتعمل توكسيسيتي في الدم فممكن يموتوا بسبب اللي هو تسمم الدم السبسيسيميا او السبسز او اللي هو ايش التوكسيميا في عندي مصطلح اسمه غاز جانجرين قلنا هذا نوع من أنواع الويت جانجرين اسمه غاز جانجرين شو نوع البكتيريا اللي بتكون فيه؟ نوع البكتيريا اللي فيه اسمها كلوستريديم هاي البكتيريا هي عبارة عن جرام بوزيتيف ان ايروبيك بكتيريا بتطلع غازات وبالتالي أنا لما أفحص هذا الشخص حلاقي عنده الرجل منتفخة حلاقيها اديمتاس معبئة سوائل مؤلمة وفيها كريبيتانت شو معنى كريبيتانت؟ يعني فيها فقاعات لما تلمسها بتصير تطجع زي كيف انت لما تشتري اشي جديد ثلاجة أو غسارة بيكون حواليه كيس معبئة بلالين صغيرة لما تضغط عليهم بيطلع صوت نفس الاشي بيضغط عند هذا اللي هو الشخص بسبب الغاز بابلز وبكون لونها دارك بلاك وريحتها كريهة جدا تنشم من آخر المستشفى هاي الغاز جانجرين هاي هنطلعوا هاي مثال على اللي هو الغانجرين ايش هاي دراي ولا ويت لا يا دكتور هاي ويت لنها هاي البول هاي الامعاء وممكن يصير فيها غاز جانجرين اذا كانت مصابة بكلوستريديوم طب بالهستولوجي كيف نميز اللي هو الغانجرين اللي دراي عن الويت جانجرين في الهستولوجي طبعا في الهستولوجي بيقولي بالإدراي جانجرين بتلاقي البلد فيزل الموجودة مسكري لانه الارتريول قلنا بيسكره بتالي ثرومبوزد بلد فيزل بتشوفها في الإدراي جانجرين تمام و 2 حنشوف فيهم نيكروسي لانه الاثنين بعملوا لي ايش نيكروسي و 2 حنشوف فيهم أنفلاماتوري ايش اجرانيوليش اكيد لانه زيها زي النيكروسي بينما بالويت جانجرين تطلعوا بتشوف البلد فيزل معابة بكون كونجستيد في الدم كمان في عندي هون اللي هو مش بس البلد فيزل كونجستيد بالدم عندي بكتيريا هاي الجزيئات الاصغير بكتيريا وبالتالي هاي ويت جانجرين تطلع لي كيف عندك هون معبة تمام عندي هون معبة إيش اللي هو ربسي وسيلز وبالتالي هيكون جستد وبالتالي هي الويت غانجرين تمام هاي هي الويت غانجرين الآن بنا نختم حديثنا عن المورفولوجي تاعت السيل انجري حكينا المورفولوجي بالسيل انجري قلنا عن الريفيرسابل هايدرو بيك فاتي ها يليني ميوكويد الريفيرسابل قلنا نيكروسز أنواعه كواجلاتف لكويفاكتف كاسيس فات وفبرينويد وهسا بنا نحكي عن الأبوبتوسز وحكينا عن الأوتولايسز خلينا نبلش في الأبوبتوسز سريعا الأبوبتوسز بشكل عام حكينا هو ريجيوليتد أو بروغران سيل ديث متى بصير؟ اه إذا كان عندي استيميولاي بسيط أو إذا كان في عندي سيل قررت من حالها ناتي نهي حياتها طيب إيش الإشي اللي بصير؟ الإشي اللي بصير في هاي الحالة تمام؟ إنه بصير في عندي تكسر في النواة والديان اي والبلازما بروتين لأجسام صغيرة جدا وبيظلوا الممبرين موجود أصغر بالحجم يعني الخلية بتصغر بالحجم تمام؟ لأنها قاعدة بتطلع منها أجسام صغيرة تمام؟ بيظلوا الممبرين انتاكت بس شكله مش مش شكل صحيح طيب ممتازة كثير هاي علة الشكل بتخليه معرض إنه تهجم عليه إيش؟ الفاقوسايتز تمام؟ هو والأجسام الصغيرة هاي الباديز اللي صغيرة بتيجي الفاقوسايت عليها وبتبتلعها إذن أنا كيف بقدر أعمل كليرانس للبادي اللي موجودة هاي بتيجي الفاقوسايتو بتلتهمها بتوكلها بتعملها بلعمة إذن الفكرة اللي فيها إنه أنا بتبلش عندي تنشط الإنزيمات وهاي الإنزيمات بتحلل الخلية خاصة النواة والديان اي والبلازما بروتين وكل ما تكسر جزء بتطلعوا مع بلازما بروتين حواليه على شكل أجسام الصغيرة وبالتالي بيصغر حجم الخلية وبيظلوا الممبرين انتاكته موجود بس حجمه صغير وشكله مختلف هاي الأجسام الصغيرة اللي طلعت بتيجي الفاقوسايتو بتتعرف عليها وبتلتهمها بتوكلها هاي الأبوبتوتيك بادي اللي بتتكون من سايتوبلازم يعني من ممبرين حواليه نيوكلياس بتيجي عليها اللي هو الماكروفيجز وبتلتهمها طب هل هاي بيجي محها انفلميشن بقولك لا ليش هل حكيت لك المكونات بتطلع على الشارع هيك وتكون انتيجين وبتحفز لا عشان هيك الأبوبتوسيس في انتاكت ممبرين زي ما حكينا وبالتالي ما بيعمل induction of inflammation هاي أول معلومة بدنا نعرفها طيب إذن هو regulated تيجي الإنزيمات بتكسل اليوكلياي والديانية والبلازمة بتعطيني أبوبتوتيك بادي هاي الأبوبتوتيك بادي تلتهم عن طريق الفاقوسايت الممبرين تاعه بيكون انتاكت وموجود حجم الخلية بصغر تمام زي ما احنا حكينا وما عندي أي induction of inflammation الان يجي لنقتة رقم 2 أنواع اللي هو مين انواع الابوبتوسيس انواع الابوبتوسيس اما فيسيولوجكل أو باثولوجكل تتذكروا قلتلكو النكروسيس دائما باثولوجكل أما الابوبتوسيس شو Cathedral إما فيسيولوجيكال أو بثولوجيكال خلينا نشوف شو هو الفيسيولوجيكال أبابتوسيس بيقولي أول شي الطفل وهو صغير هاي الطفل هو ببطن أمه هذا الطفل لما تيجي تتكون الأمعاء بتتكون الأمعاء بس لسه ما ما صار لها كنالايزيشن يعني ما تحولت إلى قنوات بتكون مسكري طب هاي مسكري بشو مسكري بالإبثيل يلتشو طب بلش الطفل بده يطلع لبرة وبده يوكل وبده يشرب وبده الأمعاء تتكون فاتحة والمعدي فاتحة فبيبلش الجسم يقضي على هاي الخلائق الموجودة ذاتيا وبالتالي هاي مثال على فيسيولوجيكال أبابتوسيس في حالات الإمبريو يعني أنا بستخدمه خلال تطور الجنين عشان أفتح قنوات عشان أكون تجويف معينة وبالتالي باعتمد على الأبابتوسيس اثنين فيسيولوجيكال انفوليوشن أوف سيلز تمام ايش الفكرة اللي فيها هاي اللي موجودة عندي هون بحكيلي يعني مثلا أنا بعرف انه اليوترس أو البريست الثدي البريست ينمو بوجود الاستروجين والبروجستيرون صح وبصير يطلع حليب بوجود هرمون البرولاكتين وهرمون الحليب طيب أنا لو هذا الاستروجين وبروجستيرون قل أو بطل في عندي هرمون الحليب شو بصير بحجم البريست بصغر طب كيف بصغر عن طريق الأبابتوسيس نفس الاشي الاندومتريا نفس الاشي له اليوترس بنعرف انه الدورة الشهرية في مراحل بكون الاستروجين وبروجسترون عالي فبكون الطبقة تبعته thick لما يختفي الاستروجين والبروجسترون بتبلش الخلايا هاي اللي هون تموت وتعمل shedding وتنزل وبتعطيني الدورة الشهرية وبالتالي الاندومتريال shedding تمام هاي برضو بسبب غياب الهرمون هاي منعتبرها من الفيسيولوجيكال انفوليوشن تاعة الابوبتوسيز بعدين في عندي اللي هو المثال الثالث نورمال ديستركشن فولد باي ري جنريشن اي اشي بموت وبتجدد بيموت وتجدد عن طريق الابوبتوسيز تمام بيموت وتجدد عن طريق الابوبتوسيز يعني خلايا الامعاء والمعد الطفل لما ينولد بيكون في صدره اللي هو الغدية الزعترية هاي الغدية الزعترية مجرد من ولد الطفل بعد أكم يوم يومين ثلاثة سنة سنتين بتصير هاي الغدية الزعترية تضمر كيف بتضمروا بصغر حجمها عن طريق اللي هو الفيسيولوجيكال أبابتوسيز ولاحظوا أنه كل الأشياء اللي حكيت لكم إياها تغيرات طبيعية ما حدثت بمرض يعني الإن بترضع بكبر الثدي بطلت ترضع بصغر الثدي إجت الدورة الشهرية بتقل طبقة اللي هو الرحم راحت الدورة الشهرية بترجع الطبقة أنا قاعد بحكي عن أشياء فيسيولوجية بتصير بالحالة الطبيعية طب شو الباثولوجيكال أبابتوسيز مثلا كان عندي سرطان وأعطيت دواء كيموثيرابي أو رادية شأنه بلشت الخلايا تقتل حالها بسبب خراب الـ DNA تذكرون قلنا لكم أي خراب بالـ DNA شو بيعمل أبابتوسيز هاي مثال سلدث باي سايتو توكسك تيسل إجت كريات الدم البيضة التيسل بلشت تتموت الخلايا تحكي لي الله أقتل حالك أبابتوسيز قل عندي سي دي فور سل زي الناس اللي عندهم ايتس تمام برضو الايتس هذا مرض بيعمل أبابتوسيز بالخلايا كمان كيف يعني الايتس بيقلل الـ CD4 سل تمام التيسل يعني كيف بيمسك خلايا الدم التي وبيغضي عليها عن طريق الأبابتوسيز بيحفز لأنه فيروس بيحفز من جوة خراب الـ DNA تباحها وبقولها يا الله أختي لحالك لحالك السلدث بالـ viral infection اتفقنا أي فيروس بدخل جوة الخلية بخرب المكونات تبعتها تمام ممكن يعمل إيش يعمل أبابتوسيز باثولوجيكال أتروفي واحد انكسرت إيده تمام وجبرنا له بطل قادر يحرك إيده عضلته دمرت تلقي عضلتك ضعفت لما انت تفكي الجبيرة أولها بتلاقي صعوبة انك تحرك إيدك بعدين بتصير اللي هو كبر في العضلة هذا الأتروفي منعتبره نعتبره باثولوجيكال كمان مثال شخص عنده اللي هو ورن بالبروستيت البروستيت تمام بيكون موجود حوالين اليوريثرا الإحليل اللي هو اللي بيكون طالع من اللي هو المهبل أو اللي طالع من القضيب عند الرجل هذا البروستيت إذا ضخم البروستيت خاصة البروستيت زي ما حكينا بيكون عند الرجل طبعا أكيد الضخم البروستيت حيسكر هذا الاحليل وحيطلع عندي أعراض هذا بنسميه بنايني بروستاتيكاي برابليزيا طب شو اللي بيخليه الضخم بضخم بسبب وجود التستوستيرون طب من وين بطلع التستوستيرون من التستس من الخصوية طب أنا لو شلت الخصوية يا دكتور عملت عملية اسمها أوركيكتومي تمام أو أوركيديكتومي شلت التستس هاي بطل عندي تستسيرون بصغر حجم اللي هو اللي هو البروستيت وبالتالي أنا إذا شلت التستس صغير حجم اللي هو البروستيت طب كيف صغير كان كبير وتحول لبروستيت صغير عن طريق الابوبتوسيس وبالتالي هاي باثولوجيكة الابوبتوسيس لأنها مرضية سيل ديث توانجرس ايجنت حكينا إذا كان الانجري مش كثير شديد خفيف بعمل aboptosis degeneration of disease اللي بتصيب ال-CNS degenerative disease اللي بتصيب ال-CNS يعني مثلا الناس اللي عندها زهايمر مناطق الذاكرة والتذكر بتضمر بالدماغ كيف بتضمر عن طريق الأتروفي تمام وبتضمر بسبب نقص الدم أو بسبب التوكسينز أو غيرها heart diseases جلطات القلب جلطة القلب الميوكارديال انفاركشن ترى 20% منها نيكروسس 80% منها aboptosis وبالتالي هي معظمها aboptosis إذن هاي كلها تأمثلة على pathological aboptosis طيب ممتاز كثير إذن صرنا عارفين ال-aboptosis ك-process عفوا صرنا عارفينه ك-process صرنا عارفينه أمثلة physiological أو أمثلة pathological هسا بدنا نشوف كيف بيبين ال-aboptosis تحت morphology يعني أنا كيف بشوفه في اللي هو إيش المايكروسكوبيكل تمام اللي هو view أو مايكروسكوبيكل finding في ال-aboptosis طبعا يلا كل ال-aboptosis بصير على خلية وحدة أو مجموعة بسيطة من الخلايا مين اللي بيكون localized ولكل اللي هو النسيجي اللي حواليه أكيد النكروسكوبيكل بيطلع منه aboptotic تمام اللي هم ال-aboptotic هاي كيف بيصير شكلها بيصير round to oval shrunken mass يعني بيصغر حجمها وبيصير حجمها بشكل دائري تمام بيحكيلي كمان نيوكليار كروماتين ممكن يبين فيها pycnosis وكريوريكس يعني تغيرات ال-neucleae تبعتها لأنها سيل ديث زيها زي تاعة النكروسيز النكروسيز وال-aboptosis من ناحية تغيرات ال-neucleae نفس الإشي السيل membrane بيكون convolution و projection طالعة منه بيحكيلي بتكون عندي spherical bodies هاي أهم ال-aboptotic body هاي بتميز هاي بتميز ال-aboptotic body وجود ال-aboptotic body هاي من أكثر أشياء بتميز ال-aboptosis طيب في عندي inflammation لأنه ما طلعت المكونات لأنه intact فما عندي inflammation هاي معلوم مهمة من اللي بيلتهم هذول ال-aboptotic body الفاقوس cytosis وال-macrophages ممكن تلاقيهم موجودين ال-macrophages عشان تلتهم هاي ال-aboptotic body وتخلصني منها آخر شي شو هي الميكانيزم اللي بتصير فيها ال-aboptosis ال-aboptosis باختصار خليكم معاي من هاي الرسمة إذا إيجا عندي أي إشي زي ال-radiation تمام أو ما عندي اللي هو الإشارات اللي بتحافظ على الحياة هنحكي عن أمثل على إشارات بتحافظ على الحياة تمام زي هاي ال-bcl2 تمام هنحكي عنها إذا غابت هاي أو صار عندي dna damage الاثنين راح يروحوا يحفزوا مستقبلات تيجي على المايتوكنديريا تخلي المايتوكنديريا تطلع البروتينات القاتلة من داخلها اللي هم السايتوكروم سي هاي السايتوكروم سي راح تروح تحفز إنزيمات قاتلة اسمهم caspaces هذول caspaces مجرد ما تم تحفيزهم خلاص الخلية تموت وتدخل في مرحلة ال-aboptosis تمام وبالتالي هاي هي الفكرة سواء تعرضت لستيميولاي المايتوكنديريا تطلع السايتوكروم سي حفزت ال-caspaces عملت apoptosis طيب في الحالة الطبيعية شو الإشي اللي بيمنع هاي البروستس شو ما السيجنالز السيرفايفل قلنا اسمهم بي سي أل تو أو بي سي أل إكس أل هذول البصل تو أو البصل إكس لارج هذول بيظلهم موجدين فوق المايتوكنديريا بيمنعوا المايتوكنديريا أنها تطلع السايتوكروم سي طيب بحكيلي ال-apoptosis بشكل عام هو نوعين يعني أنت عشان تحفز هتول ال-caspaces عندك طريقتين إما بتحفزه intrinsic يعني من جو الخلية نفسها أو extrinsic عن طريق مستقبلات خارج الخلية نبلش في intrinsic intrinsic مجرد ما صار عندي أي عامل أدى إلى damage DNA damage radiation toxin بروتينات خربت بالإندوبلازم غاب هرمون النمو اللي راح يصير أنه راح يحفز ال-PCL2 sensor المستقبلات تروح الميتوكنديريا تطلع منها السايتوكروم سي يحول ال-initiator caspaces into executioner caspaces هذول مجرد ما تحولوا بكسروا الممبرين إلى أجزاء صغيرة والنيوكليا إلى أجزاء صغيرة وبيطلعوا ال-aboptotic body وال-aboptotic body في عليها مستقبلات أول ما تطلع تيجي عليها الماكروفيجز بتعمل لها عمليات فاغو سيتوس وزو عمليات بل عملي زي ما إحنا شايفين طب death receptor أو extrinsic pathway شو فكرتها بكون في عندي مستقبل للdeath هو زي t-anaph receptor أو fast receptor بتيجي بترتبط فيها اللي هو اللي قن تبعتها الرابط تبعها مجرد ما رتبط هيحفز الكاسpaces وحيعمل break down تمام ليلها وبالتالي أنا في عندي death receptor extrinsic pathway وعندي intrinsic pathway ولاحظوا أنه كل هالسيجنالز موجودة داخل الخلية ولاحظوا أنه الممبرين بصغر وبيصير شكل round وبطلع مني apoptotic body وما في أي inflammation phagocytosis وانتهى الموضوع هيك منكون احنا فهمنا هم المعلومات تاعت الapoptosis يلا نراجحهم مع بعض على السلايدات قلنا الapoptosis هي tightly regulated suicide انتحار خلية منظم بصير فيه تكسير عن طريق الانزيمات للسيتو بلازميك والDNA والنيوكلياي زي ما شفنا بيكون عندي apoptotic body تمام اللي بلازمة مهم جدا انه intact يا دكاترة ما بيخرب بس شكله بكون مختلف والترد وفيه مستقبلات للماكروفيجز وللفاغوسايت عشان تلتهمها بعد ما نخلص الدتسل والفراغمنت زي ما حكينا ما بتعمل inflammatory reaction خلص بالفاغوسايت ومع السلامة بحكيلي في منه physiological apoptosis زي organized cell destruction اللي حكينا عنها زي physiological involution of the cell لما تغيب عندي الهرمونات زي الاندومتريام زي البرست تمام بعد الرضاعة كمان normal cell destruction لإلها replacement of proliferation زي اللي هو intestinal epithelial اللي بيظلها تتجدد الشعر اللي بتجدد كيف بتموت خلايا بتموت بالأببتوسيس والinvolution of the thymus اللي هو الغد الزعتري في بداية الحياة طبعا الموت بالتيسل كيف الـ AIDS بيقضي على التيسل الـ viral infection كيف بيقضي على الخلايا تمام الباثولوجيكا الأتروفي اللي حكينا عنه لما يغيب مثلا زي البرستيت زي الكلية والسليفري جلاند لما يسكر الممر يعني هاي الكلية إذا اجيت أنا على اليوريتر سكرته بحصوة بيظل البول عندها يتراكم هون وهي مش قادر تشتغل فبتضمر هذا الضمور تبحى يعتبر بثولوجيكا الأبوبتوسيز السلدث بسبب الإنجرسيستيميولاي بس قلنا هاي مش إنجرسيستيميولاي أيوة قوية بسيطة ومين أشهر إنجرسيستيميولاي اللي بتعمل الأبوبتوسيز الرادييشن لأنها بتخرب الـ DNA تمام الرادييشن بتخرب الـ DNA طيب الـ degenerative disease تحت الـ CNS زي الزهايمر ومرض البركنسون الرعاش تمام وأي إشي بعمل اللي هو chronic infective dementia التهابات في الدماغ وعته وتضيع يعني في الدماغ ببطل إنسان قادر يعني يأدي وظائف الدماغ من ذاكرة وتذكر الـ heart diseases زي الـ heart failure فشل عضلة القلب وأهم إشي الميوكارديا الـ infarction الـ 20% منها نيكروسيز 80% منها أبوبتوسيز وفي مرات تقرحات بتصيب الثم اسمها تمام والمناطق الجينيتيليا اسمها oral lycan planus oral lycan planus هي التقرحات برضو فيها أبوبتوسيز وتقرحات بالجلد سببها وفا للخلايا بسبب تحفيز التيسل كيف بشوفها حكينا single cell أو small cluster الأبوبتوتيك سيل بتكون round oval و shrunken الـ nuclear بتكون condensed و fragmented فيها بيكنوسيز فيها كاريوريكسيز تمام الميمبرين تبعها بيكون فيه projection وconvolution الميمبرين بيطلع منه أجسام صغيرة اسمها بابتوتيك بادي ما عندي inflammation حواليها وبس الماكروفيج بتيجي بتلتهمها وانتهى الموضوع هاي الموليكولر ميكانيزم تاعت الأبوبتوسيز قلنا mytochondrial أو intrinsic pathway اللي بروح أنا بحفز فيها اللي هو mytochondria والmytochondria بتطلع cytochrome c وحكينا طريقتين وفي عندي اللي هو extrinsic pathway قلنا اللي بتيجي من الرسبتورات طبعا intrinsic كمان مرة برد يعيدها باثوين إنه يحافظ عليها عن طريق الانتي أبوبتوتيك بروتين مين هو الانتي أبوبتوتيك اللي هو البي سي أل تو والبي سي أل أكس أل هذول بيظلهم مرتبطين بمنعوا خروج cytochrome c وبيحافظوا على الانتيجريتي تاعت الممبرين وبمنعوا البروتينات والcytochrome c إنها تطلع طب إذا خسرت هذول السيجنال أو صار عندي dna damage حفظت السيجنال طلع cytochrome c حفظت وعملت أبوبتوتيك طب الdeath receptor أو extrinsic pathway هذول بتحفظوا عن طريق cytotoxic t-limph وصايت تمام بتيجي بتربط مواد مع اللي هو tnf receptor والfast receptor اسمهم ligand fast ligand و tnf ligand بترتبط فيها بتحول الكاسبيز من غير نشطة إلى نشطة وبتبلش عمليات التكسر تمام بتبلش عمليات التكسر للadjacent cell وكيف بتخلص من الابوبتوتيك بادي الكليرانس وفي ابوبتوتيك سيل عن طريق eat me signals عن طريق الفاقو سايت بتيجي الفاقو سايت بتلتهمها طبعا كيف الفاقو سايت بتلتهمها الخلايا بالحالة الطبيعية فيها فوسفوتوديل سيرين موجود وين على داخل يعني هاي البلازما ميبرين من جواته في فوسفوتوديل سيرين هاي لما يصير عندي ابوبتو سيز وابوبتوتيك بادي بتنعكس الفوسفوتوديل سيرين بتصير لبرة لما تصير لبرة بتصير تجيب اللي هو الفاقو سايت تعرف انه هاي الخلية اوتت وبالتالي انا لازم اعملها فاقو سايتو سيز والتهمها الماكرو فيج بتيجي بتلتهمها السلزات اردائي باي ابوبتو سيز سيكريت سولة بتنادي الفاقو سايت ولما تيجي الفاقو سايت بتلتهمها وبتلتهم اللي هو بتبدأ اول اشي بالمكونات اللي جوها وبعدين بتلتهم الممبرين وما عندي خروج للمكونات للدم يعني لا نيوكلياي بتطلع ولا ستركتر بطلع وبالتالي ما عندي اندكشن اوف انفلميشن عشان هيك لانها تؤكل بالممبرين تاعها زي ما هو ويتم تحليلها في داخل الفاقو سايت فما بتطلع وبدها تركيز احضروا الفيديو مرة ومرتين عبما تثبتوا المعلومات وان شاء الله نرح نزلكم أسئلة تمام ونراجع مع بعض بس نخلص اللي هو الشابتر حتى نعرف بالزبط كيف تيجي الأسئلة تمام وكيف نمكن نحفظ تبعنا الله يعطيكم العافية جميعا بتمنى تذكرون بدعوة خير تساعدون على نشر دوراتنا لزملائكم زملائتكم الأصغر منكم تمام وحتى إذا في يعني زملاء محتاجين في جمعات ثانية احنا منقدم كورسات لكل تخصصات الطب وطب الأسنان والهندسة كان معكم دكتور محمود العلي من منصة قمة تعليمية